يعني نروح دلوقتي مع حضراتكم لمجاز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دين شكرا لك هديرة ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال لمحافظة البنك المركزي حسن عبدالله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإداءة للأفراد وشركات كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتدعيات الأزمة العالمية كما اطلع قائم بأعمال المحافظة البنك المركزية اطلع رئيس الوزراء على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التجهيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية استبعد جوزب بورل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي موافقة للاتحاد بالإجماع على منع التأشيرات عن جميع روسا وقال بورل إن قطر علاقة مع المدنيين الروس لن يجدي نفعا وأن هذه الفكرة لن يطلق الإجماع المطلوب من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي وكان وزيره الخارجية للشيكي يان ليبافاسكي الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن ببحث الاتحاد منع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار عقوباته على موسكو بسبب العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية أعلنت أوكرانيا أن قصفا بالمدفعية استهدف بلدات أوكرانية عبر نهر دمبرو الذي تقع على ضفته المقابلة محطة سبورجيا للطاقة النووية ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها سجلت المزيد من حوادث القصف للمحطة من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهدف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا هذا وقال وزير الخارجية الأوكرانية دمترو كوليبا إن قوات الروسية حولت المحطة إلى قاعدة عسكرية قال المستشار النمسوي كارل نيهامر إنه لا يمكن لأوروبا ترك الرئيس الروسي فلادمير بوتين يقرر يوميا مصير أسعار موارد الطاقة وأكد نيهامر ضرورة وقف ما يحدث حاليا في أسواق الطاقة وأن التحرك المضاد لارتفاع الأسعار يجب أن لا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الأوروبي مشيرا إلى أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب لقى أكثر من ألف شخص مصراعهم جراء الفيضانات النتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو الماضي في باكستان وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إسلام مباد أن الفيضانات تتسببت في أضرار لأكثر من 33 مليون شخص ودمرت نحو مليون منزل أو ألحقت بها أضرارا جسيمة بالإضافة إلى تضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير طرق وجسور تطلق اليوم وكالة الفضاء الأمريكية الناس المهمة أرتيمس وانا إلى القمر باستخدام أقوى صواريخها على الإطلاق في رحلة تستمر شهرا وتتم عملية الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا حيث سيجرى إرسال لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي حاملة لكابسورة أوريون ما يدشن عودة ناسا إلى سطح القمر وتعتزم الناسا بناء قاعدة قمرية دائمة في القطب الجنوبي للقمر ليس فقط كمقر إقامة لرواد الفضاء المتجهين إلى القمر لكن أيضا كمنصة انطلاق أو كمنصة انطلاق لبعثات مأهولة إلى المريخ واستكشاف الفضاء ختم مجزء الثامنة فاصل ونحض لحظكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر